أمرت المحكمة بإلقاء القبض على المراجع العامة طاهر عبدالقيوم وإيداعه الحبس لعدم مثوله أمام المحكمة رغم استدعائه ووجهت هيئة الدفاع عن رئيس السابق عمر البشير اتهامات لنيابة العامة بتهديد شهود الدفاع بأرض التأثير على سير العدالة وقال رئيس هيئة الدفاع أمام المحكمة هاشم الجعلين نيابة العامة ظلت تستدعي شهود الدفاع وتهددهم بصورة علنية وخفية وإن أحد الشهود كان يفترض أن يمثل أمام جلسة اليوم لكن نيابة اتصلت به ما دفعه للتراجع عن الإدلاء بشهادته وطلب الجعل المحكمة بإعمال سلطتها وفقا للمادة 115 من القانون الجنائي وتحريك إجراءات قانونية ضد النيابة بجرائم تأثير على سير العدالة ورفض رئيس نيابة العامة ياسر بخاري ما أوردته هيئة الدفاع معلن أنهم في نيابة جاهزون لمحاسبة أي عضو ارتكب هذه الجريمة متهما هيئة الدفاع بإشار هذا الاتهام بغرض التسويف والمماطلة بعد فشلها في إحضار شهود ودعى بخاري إلى إغلاق ملف الدفاع بعد أن استمعت المحكمة لأربعة عشر الشاهداء